بدأت في تمام الساعة تسعب التوقيت المحلي لمدينة الكويت في صباح اليوم الأحد عملية التصويت للمصريين في الخارج بدولة الكويت بالمقر الانتخابي بأرض المعارض لليوم الثالث والأخير وقام سفير مصر بالكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع عضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في ثالث يوم من أعمال التصويت إليكم متابعة الزميلة مروة رضا من الكويت بين أروقة الديمقراطية تستمر السفارة المصرية في دولة الكويت في استقبال أبناء جاليتها للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية نأخذكم مشاهدين في جولة وتغطية عالمية جديدة نتابع فيها سير العملية الانتخابية ورصد الأجواء والمشاعر التي سطرت وسيطرت على هذا الحدث الديمقراطي البارز وأنا سعيد جدا بالملحمة الوطنية اللي بيقودها الشعب المصري والمقيمين في دولة الكويت وسعيد جدا بالتأسيرات اللي موجودة في الصفارة المصرية هنا يمكن شايفين أن الناخب المصري بيؤدي دوره وحقه الوطني وأيضا حق الدولة المصرية عليه بخلال ديها واحدة بس بمجرد دخوله للجنة والتصويت ثم الخروج من اللجنة لكن المشهد الأعظم هو الالتفاف ودعم الدولة المصرية المتمثل في الحشود الكبيرة اللي موجودة من الجالية المصرية في الكويت دايما المصريين في الخارج بنعتبرهم سفراء حقيقية لمصر ودايما هم خط الدفاع الأول عن دولة المصرية خاصة في المواقف اللي بتحتاج الدولة المصرية فيها دعم زي كل استحقائر رئاسي يمكن احنا هنا من 2012 بنشاهد الملاحم الوطنية اللي بيأخدها الجالية المصرية وبتأخدها الجالية المصرية في الكويت في كل استحقائق دوستوري موجودين في مقدمة الصفوف في كل استحقائق دوستوري هما بيكونوا الشرارة الأولى لتحفيز الشعب المصري في الداخل الخروب بكسافة في الانتخابات هذا المشهد يؤكد مكانت الدولة المصرية ويؤكد وقي المواطن المصري والجالية المصرية في الكويت فكل الشكر والتقدير لكل عضو من أعضاء الجالية وكل قيادة من الجالية ساهтов في هذه الحشود الانتخابية المحترمة وأيضا الشكر والتقدير للصفارة المصرية في الكويت السيد السفير والقنص العام والعاملين في الصفارة على التسهيلات اللي بيقدموها للمواطن المصري اللي بيمارس حقه الدستور وحقه الانتخابي في الاستحاق الرئاسي أو الاستحاق الدستوري المهمة والانتخابات الرئاسية اللي أنا شفته النهاردة شيء يسعدنا جميعا ونتمنى لرئيسنا التوفيق بإذن الله ونتمنى أن مصر تاخد مكانتها المرموقة ما بين الدول وإن شاء الله كل أزمة لا حل وكل صعوبة لا نهاية ودائما الصعوبات بتنتهي بأفرح وانتصارات إن شاء الله نكون منتصرين دائما أقول يوم جميل وإحنا مستنينه من زمان إن إحنا نقول رأينا وربنا يوفقه ومهما قلنا مش هنيضا نكافؤه على الكلام أو الحاجات اللي عملها لنا وطبعا الناس كلها حساها ومحسوسة جامل إن خلى المصريين دلوقتي في أي مكان ليهم وضع والأول ما كناش كده يعني الناس اللي جات قبله ولا عملت حاجة بالنسبة اللي هو عمل هون طحية بصر وطحية رئيس السيسي بالكويت ده الجانيات البصرية في الكويت بالحية بصر أرجو من الجميع الوعي والإدراك لهذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد السيد رئيس عفتاح السيسي أنقذ مصر من ضمار كان محقق على كل الدول العربية ولكن سبحان الله وجود السيد رئيس عفتاح السيسي خلى مصر إن شاء الله بإذن الله ستكون في مصافي الدول نمر بأزمة الأمور صعبة ولكن علينا أن نتحمل جميعا أنا النهاردة بالنسبة أن أنا جاي ينتخي بالسيسي ده يوم عيد لأن أنا ده أحسن رئيس كميسك مصر من ساعة ما أنا اتولد فبندعي له أن ربنا يوفاه ويكمل اللي هو بأنه يا مصر تحي يا مصر تحي صحران في البلاد والعزم اتولد سيدة عبدالفتاح السيسي ونتمنع له الخير إن شاء الله دايما وعمل خير كتير في البلد وربنا يدي له الصحة وخير إن شاء الله وكل حاجة وربنا ينصرنا على قوم الكافرين يا رب أدعو لسيدة الرئيس بس ربنا يطول في عمره ويعينه على التحديات والظروف الصعبة اللي بتواجه مصر والمسؤولية البيلة جدا بس إن شاء الله هو أديها وعدود ويا ما مصر مرت بمحن ودايما النصر إن شاء الله مكتوب من رب العباد محروسة وهم في رباط إلى يوم الدين إن شاء الله كل واحد مصر لازم يكون في اليوم داي حساس أكبر مما يتخيل يعني حساس كبير جدا لأنه نهاردة بنقدر دورنا في سبيل بلدنا ونقول بنسبة للعالم إن الشعب المصري قادر على إنه يعمل استحقاقاته بشكل منظم ومخترب وبيقدم صورة للعالم كله في الانتخابات الرئاسية طبعا إحنا النهاردة جينا المخصوص عشان نقايد الرئاس السيسي لأنه مش مجرد شخص إن إحنا هنقايده نموذج إحنا شفنا فيه نجاحات متعددة على مدار السنوات اللي فاتت وده كان لازم يكبرنا أنا وغيري على إن إحنا نجي نقايد دورنا ونقدم الصورة الجميلة دي للناس ونقول لهم الشخصية دي هي اللي إحنا عاوزينها وتستمر ربنا دينه الصح في اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين في الخارج لانتخاب رئيسي الجمهورية يزدل الستار على هذا الفصل من تاريخ مصر المهم وأظهرت الجالية المصرية في دولة الكويت إصرارا لا يلين ومشاركة فعالة ونجحة في مسيرة انتخاب رئيسي الجمهورية وما بين قلوب متحمسة وصناديق الانتخاب عبر المصريون في الخارج بصوت حر وبصمة قوية على صفحة جديدة تسطرها ديمقراطية بحروف مستدامة مروا رضا قناة طيبة تلفزيون مصري من دولة الكويت